اشتركوا في القناة وحسب تعبيره أن المحردين على هذه الوقفات التي يعتبرونها حاملة لمطالب مشروعة في نظرهم يسقطون في مخالفة جسيمة للمساطر والقوانين الجاربية العمل وحسب نفس الجريدة فقد نبه المسؤول بالوزارة في تصريح للجريدة أن هؤلاء الأئمة الذين يحردون على مخالفة القانون وأخلاقيات الإمامة ستكون الوزارة مضطرة باعتبارها تدبر المجال الديني لإبعادهم عن مساجد المملكة حفاظا منها على خصوصية وقدسية المجال الديني عند المغاربة كما دعا دات المسؤول بوزارة الأوقافة الأئمة دوينيات الحسنة الذين يتبعون هذه التلة القليلة من المشوشين بمنطق المصلحة خير أن الأمر ينطوي على مفسدة عظمى للمساجد وللأمن الروحي للمغاربة إلى عدم المشاركة في هذه الوقفة وما يليها من احتجاجات حسب تعبير نفس المسؤول اشتركوا في القناة